اكسس ري جي تي موبايل جديد من شاومي بسعر ستة الاف او ستة الاف ونص حسب النوص خلي انت هتشتريها وده بيخليه في مواجهة مباشرة مع البوكو اف س ري وبالتالي لازم يخلينا نسأل ايه المميز في الموبايل ده ايه المثير في الموبايل ده والحيال حاجة اللي انا لاحصتها ان انا اول ما مسكت الموبايل لاحصت انه هو سريع جدا وسهلس جدا والمعالج هنا هو الميديا تاك داي منس تي الف ومية وده معالج جديد وحسب الكلام عنه ان هو معالج من مستوى الفلاكشيبس وهي نفس فئة الترنميات من سناب دراجون فخلينا في الفيديو ده نكشف حقيقة المعالج ده ونشوفه هيبان على حياته ولا مش هيبان على حياته وفي الاخر نبقى نبص على الاكس ري جي تي ونشوف هل هيعرف يغلب الاكس ري او العتاولة التانيين اللي في الفئة سعرية دي ولا لأ خلينا نبدأ التعرف على المعالج ده بان احنا نشوف مواصفات المعالج ده المعالج ده معالج ثماني نواة بيجي باربع انوية اقوية جدا وهما من نوع كورتكس اي تمانية وسبعين ودي انوية قوية وحديثة ودئل بتردد اتنين وستة من عشرة جيها셨�ز واربع انوية تانين للمهام الخفيفة وحفظ الطاقة ودئل من نوع كورتكس اي خمسة وخمسين ودئل بتردد اتنين جيها ارتز دقة تصنيع المعالج ده هو ستة نانو متر ورقاقة او تشيب دي بتيجي بمعالج رسومي هو المالجي سبعة وسبعين بتسع انوية. من وياسات الدايمنستي الف ومية هو وجود معالج مخصص للزكاية الصناعي وده بيجي بستة انوية. وبالتالي المفروض نشوف تحسن في مهام الزكاية الصناعي اللي هي بتتلقص في حفز الطاقة تحسين الاداء تحسين اداة الكاميرا تحسين تحديد الاطراف في الكاميرا والبرتري والعزل والكلام ده كله. ده غير اصلا وجود وحدة معالجة الصور اللي هي من خمس انوية برضو. وان مهمتها انها تاخد الصور وتعالجها بشكل سريع جدا وتقدر انت تستخدم كذا كاميرا في نفس الوقت. وعلى الجنب الاخر لمحبين الالعاب فمعالجات عارفين من ايام كنا بنرجع والجي خمسة وتسعين والجي والجي ايتي وكلام ده انها فيها حاجة اسمها وهنا موجود الجيل التالت وهنا موجود فيها كل المميزات اللي ابرزها تحسين سبات الشبكة وتوجيه موارد الموبايل ناحية اللعبة اللي انت شغال عليها وتحسين حفظ البطارية اسناء ما انت بتلعب وبالتأكيد برضو حساسية اللمس واللمس المتعدد. وبالتالي تعالى ناخد ده بمعالج الف مية لو اعتبر معالج قوي ونحطه قدام معالج بتاع السنة دي وهو الفين ومية الموجود في وخلينا نعمل اختبار سرعة فتح التطبيقات. نبدأ الصراع بفتح التطبيقات مجموعة التطبيقات انا محضرها جانب بعض واقع ملحوظة في انا نسيت وحطيت تطبيقه زيادة فشلته وشلت الوقت بتاعه وهمينصه في الاخر. الموبالين تقريبا قريبين جدا من بعض الحد ما فتحنا لعبة تبتدي هنا الدنيا توسع شوية. لان كان بيعاصلك شوية وهو بفتحها وبيعاصلك شوية وهو بيقفلها برضو. الاكسسوري بيزبق وبيكمل السباق. عشان يخلص الجولة الاولى عند الثانية تسعة وخمسين. بيخلص عند دقيقة وتسعة ثواني بعد ما وما ينصنا الوقت بتاع التطبيق زيادة. بيفتح كله وبيعاصلك ان هو يرجع تاني لانه اللعبة او الرجوع علق مش رضي الرجوع يرجع في الوقت اللي كان في خلص خلاص الجولة التانية وفتحه افل وده بيوضح انه التطبيقات كانت بتقفل او ما بتشتغلش كويس في الرام عند. واخيرا بيخلص الجولة عند دقيقة واحد وخمسين سانية. زي ما لاحظنا في الجولة الاولى كان في تقارب كبير اوي لحد ما فتحنا لعبة ووسعت شوية بس ما وسعتش قوي. يعني الفرق تقريبا كان في حدود التسعة ثوانية ولكن في الجولة التانية مع التعليق اللي حصلت في كل ومع كمان ان في تطبيقات كتير كان بتفتح من الاول او كانت تحسنها معمول لها كده وبعا كده رجعت تاني خلت يتأخر. لازم برضو ناخد بالنا ان ده موبايل الشخصي اللي محطوط عليه كل التطبيقات ومفتوح عليه كل حاجة بينما لسه جديد ولسه محطوط عليه كل حاجة. فده طبع ممكن يأثر في وضع فتح تطبيقات ولكن ده بيضح لنا ان الاكسي سري في فتح التطبيقات سريع جدا. ودلوقتي جي لوقت المحبين الارقام والبنشمارك. ستستطيعنا نشوف المعالج ده بيقدم لنا ايه على انتوتو جيك بنش و سري دي مارك. ونبدأ اول حاجة بانتوتو بنشمارك تسعة والمعالج ده بيدينا خمسمية وستين الف نقطة. لما نروح بقى لجيك بنش فالمعالج ده بيدينا في خمسمية وتسعتاشر نقطة وفي المالتي كور الفين واحد وسبعين نقطة. اما على اختبار فالمعالج ده قدر يدينا تلات تلاف تسعمية خمسة وعشرين نقطة. طبعا الارقام لوحدها كده انت مش عارف برضو تكرر هو المعالج ده حطه فين بالزبط. خلينا اقول لك تحطه فين. خلينا نبص على مقارنة بالسناب داجون تمنمائة وسبعين اللي موجود في البوكو. والبوكو بيجيب في اختبار سنجل كور سبعمائة تسعة وسبعين نقطة واختبار المالتي كور الفين ستمية تسعة وستين نقطة. واما اختبار سري دي مارك اللي هو بيجيب في تلاف تسعمية خمسة وعشرين نقطة. وهنا بيتضح لنا مكانة المعالج ده المعالج ده اضعف من السناب داجون تمنمائة سبعين في السي بيو او في المهام اليومية ولكنه نفس قوة السري دي او الجرافيكس كارد او اداء الالعاب بالزبط. الا انه كان فيه مشكلة صغيرة في الموبايل ده وهي السخونية. لما جيت احطي الموبايل ده على اختبار على برضو اللي هو بكل بساطة بيجيب لعبة كأنه بيلعبها الموبايل ويفدل فتحها لمدة نصف ساعة على الموبايل تقريبا ما قدرش ان هو يقعد عشر دقائق ربع ساعة وقفل التطبيق وقفل كل حاجة لانه سخن جدا وجاب لك اشعار ان هو وبالتالي الى حد ما بيحصل عند الاستخدام العالي قوي والضغط العالي قوي ولكن ده في الاختبارات في الاستخدام الواقعي وفي الالعاب الوقعية وانا بلعب ما واجهتش اي مشكلة من المشاكل دي يعني الاختبارات بتقول ان هو بيحصل ولكن في الواقع وفي تجربتي الشخصية مع الالعاب كان الوضع عادي كنت بلعب يمكن لو انت مسلا مستخدم تقيل قوي وبتلعب مسلا تلات اربع ساعات نفس اللعبة وعلى اعلى جرافيكس وانت قعد فحر وفتح داتا وفتح بلوتوز وفتح كل حاجة ممكن الوضع ده توصل له ويحصل او انه اداء الموبايل يقل شويتين تلاتة او الموبايل يسخن منك لدرجة ان هو يقفلك التطبيق خالص ده ممكن يحصل ولكن في استخدامي العادي ما حصلش لما حطيته على الاقتبارات والستريس تست حصل بعد تقريبا ربع ساعة ولكن برضو في موبايلات تانية كانت بتضرر انها تعدي ده بشكل احسن وبالتالي كان المفروض يبقى فيه تبريد بشكل افضل من كده تعالوا بقى اخدكوا في اختبار العاب حقيقي وتشوفوا بنفسكوا الموبايل بيقدي ازاي في العالم انا نعمل في كل اف ديوتي ونبص كده على الجرافيكس قبل ما نبدأ هاي ماكس هيا نبدأ نعمل عبدالزبايل اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بان اشتركوا في القناة واحدiro اشتركوا في قناة وغيرنا اشتركوا في القناة Infoa بعد جيم كامل من كل الموال دي في شوية وراء الكريم بشكل طبيعي ينفيش اي مشكلة مفيش اي كان دايما على ستين اي بي اس اظن اللعبة شاكرة بشكل طويل جدا. تعال ابقى نروح على بوب جي نبص على الجرافيكس بتاع بوب جي نلاقيين هو محطوط على اتش دي اولترا ممكن لوصلوا ال اتش دي ار اولترا اللي اخطانا على ثموس هيكتح لنا اكستريم في اخير يندوق ال اتش دي ار مع اولترا. قاعد بقى كتير جدا ملاقش بوب جي. طبعا بحضر عشان لما جي اموت زي البوت الوقت ما ماخدش التاري. طيب نعيد من الاول ما شاء الله علي ايه ايه رائع. طبعا انا بتخبس عليهم وبنزل بدري عشان اه الوت البيوت دي ووطلع جهس. اطلع الوقت بتخبس معايا وينزل يلبيني. طب انه يبدأ جين جديد. التالتة تابتة بقى. اللي هي بي اس بلعب في حدود الحاجة واربعين. جنب بنبعد. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. خالص ما كان عشان. تابع دوني يومي. اشتركوا في القناة. الواقع شكرا في القناة. على الأقل قتلنا شوية خلصنا الكلام عن المعالج واختباراته وحطناها قدام معالج رائد وحطناها في الألعاب وعملنا له تعالى بقى نبص على الموبايل نفسه ونشوف ايه تاني بيميز الموبايل ده عن البوكو اف سري. وابرز حاجة هتلاقيها قدامك على طول اول ما تفتح الموبايل من العلبة انه الشاحن مكتوب عليه سبعة وستين واط وده بيخليه الشاحن الاسرع في الفئة السعرية دي. الموبايل بخمس تلاف ميلي امبير بطارية بيقدر ان هو يشحن في ربع ساعة خمسين في المية وده رقم خرافي جدا. اما اداة البطارية نفسه فكان ممتاز ادري تديني من سبعة لتمن ساعات وده شيء كويس. بالتالي حتى الان احنا بنتكلم بشكل كويس واجابي عن الموبايل ده. ولكن خلينا نبص على الجانب المظلم من الموبايل شوية ونبص على الشاشة بتاعة الموبايل. الشاشة بتاعة الموبايل دي شاشة بتردد مية عشرين الشاشة كالوان هي شاشة جيدة. تقدر انت تتفرج على الفيديوهات بشكل كويس مش هتتدايق من الوانها. ولكن هتتدايق قوي من سطوحها لان سطوحها ربعمية وخمسين نتس بس. فالفئة السعرية دي اللي فيها تقريبا اغلبية الموبايلات بتمنمية نتس وتمانمية وخمسين نتس بتخلي ان السطوع ده ضعيف. ولكن مش بس كده كمان تقريبا في مشكلة ما في مستشعر الاضاءة بتخلي الموبايل يضلم دايما. وبتحتاج تقعد تعدله بنفسك يعني بتبقى بيضلم زيادة عن اللزوم وانت تعدله بنفسك. فالاتنين مع بعض مجتمعين الموبايل اصلا مش ناقص تظليم وانت بتظلم الموبايل اكتر. فبيخلي التجربة بتاعت الشاشة مش منتعة من ناحية السطوع حتى جوه البيت. الجانب المظلم التاني هو تصميم الموبايل. اللي شكله بالنسبة لي ما كانش لطيف قوي. هو تصميم بلاستيكي. شكل الموبايل مخطط كده. بيفكرني شوية بزيات مع اللون ده. بالريلمي سيكس اي اللي كان برضو مخطط شوية بس التاني كان تصميم اسوأ من كده بكتير. ده احسن ولكن برضو لسه مش افضل حاجة. وطبعا البوكو اف سري بتصميمه المميز جدا بيتفوق عليه بشكل واضح. الجانب المظلم الثالس هنا ودي حاجة شاومي بتعملها كتير في الفئة المتوسطة ومش عارف ايه سبابها الحقيقة وهي انه مفيش هيد فون جاك او منفذ التلاتة ونص ميلي للسماعات ولكن دي مشكلة موجودة برضو في البوكو اف سري. الجانب المظلم الرابع في الموبايل ان هو ما فيهوش مستشعر تقارب حقيقي برغم ان دي شاشة اي بي اس احنا كنا متعاودين ان لو ولا ما يكون شاشته اموليد بيشير مستشعر تقارب الحقيقي. هنا ما فيش مستشعر تقارب حقيقي برغم انها اي بي اس. ولكن الجانب المشرك بقى انه شغال بشكل كويس. ما فيهوش مشكلة معايا في المكالمات في الواتساب والتيليجرام والفويس ماسجز والحاجات دي شغالة بشكل كويس في موقع بشكل مشكلة. ولكن بالتأكيد المستشعر الحقيقي بيبقى اكثر عملية بالزات ان الشاشة اي بي اس. فكان المفروض بقى نشوف انه المستشعر حقيقي. بصينا على شوية جوانب مظلمة في الموبايل. تعني ادرجع بقى للجانب المشرق التاني وهو الكاميرا بتاعة الموبايل الاربعة وستين ميجابيكسل بمستشعر من اومني فيجن. بفتحة عدسة وان بوينت ايت. وعندنا عدسة تانية بزاوية واسعة تمانية ميجابيكسل. والكاميرا سيلفي ستاشر ميجابيكسل فتحة عدسة. والكاميرا بتطلع صور جيدة كالوان وتفاصيل وديناميك رينج. يمكن بتميل للوقعية بزيادة شوية وده بيخلي مسلا المنافس من سامسونج لو اي اتنين وخمسين بيطلع صور شكلها افضل وشكلها مبهر اكتر. ولكن محبين الوقعية هيلاقوا ان الموبايل ده بيصور بشكل احسن. ومن الجوانب المشرقة برضو في الموبايل ده هو السماعات وتجربة الصوت عموما. عندنا سماعات متزبطة من بتدعم بتطلع صوت عالي ونقي وبجودة كويسة. ولكن يعيبها انها بتهز الظهر زيادة عن النزوم شوية. ولكن هتتعاون علي. جي الوقت اللي نتكلم فيه عن هل يستحق الموبايل ده ان انت تشتريه ولا لا? وهل يستحق اقصاد البوكو اف سري? وانه ناس كتير كانت متضايقة من الموبايل ده وبتتكلم عليه بشكل مش كويس خالص. مبدئيا في وجهة نظري تجربة الموبايل ده مش وحشة اطلاقا. تجربة الموبايل ده لطيفة جدا. واستخدام الموبايل كان كويس. موبايل نقصه نقطتين بس ويبقى موبايل مثالي جدا في الفيال السعرية دي. ويتفوق كمان على النقطة الاولى هي شاشة اموليد وتبقى اكثر سطوعة من كده. والنقطة التانية هي تصميم افضل من التصميم ده. النقطتين دولة لو كانت حلوا في الموبايل ده كان هيبقى موبايل مالوش حل. ولكن بما انهم موجودين فلازم نتعايش معهم. ايه اللي يميز الموبايل ده عن انه هنا في كاميرا احسن. وهنا برضو في الشحن السريع الطيارة جدا. ايه اللي يميز عن الموبايل ده? انه هناك في شاشة اموليد. فالاختيار لك في الاخر هتضحي بشاشة اموليد. بالنسبة لي انا مش هضحي بشاشة الاموليد وكمان تصميم الافضل. هيخلينا روح للاف سري ولكن رأيك انت وكن يكون مختلف. كان في ملحوظة اخيرة حابب ان انا اقولها هي ملحوظة غير مبنية على اي دراسة حقيقية او اي حاجة. لكن احساسي دايما ان اغلب التجاربي الجيدة مع شاومي كانت موبايلات شاومي بمعالجات ميديا تك. انا افكر النوت تين اس النوت تين فايف جي تجربتهم الطف وانعم واسلس النوت تين العادي ومن النوت تين برو. النوت ايد برو كان واحد من افضل موبايلات شاومي في الفئة المتوسطة. انا افكر ان الموبايل ده احسن من برو ويمكن تجربة السوفتوير انعم واسلس من اللي موجودة في فمش عارف انتو كمان لاحظتم الموضوع ده وحد جرب كزا موبايل من شاومي ولاحظ ان شاومي مع بتدي اداء افضل ولا لأ او بيبقى الموبايل انعم واسلس ولا لأ لو لاحظتم قولي لي تحت في التعليقات. كده انتهى فيديو النهاردة وانتهى كشف الحقيقة اللي عملناه للمعالج ده واني الموبايل ده ولا عاوز تفاصيل اكتر عن الموبايل ده فكل مواصفات الموبايل على موقع قادرة تكون تحت في الديسكريبشن بجانب مراجعتنا من فصالة المكتوبة اللي هتلاقي فيها الحاجات اللي احنا مؤنهاش هنا زي السوفتوير زي الجي بي اس زي الكلام ده كله تحت في الديسكريبشن كان معكم وحما البيت حد جدو من ريفيولوجي. السلام.